تقييم برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ نشأته في مايه تسعة والفين شكل محور الملتقى الذي نظم بفندق الصوفيتال بالعاصمة من طرف بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر الألجيري كما تعلمون، ليس لدينا مجموعة من المساعدة لكنه لدينا مجموعة من الأوروبي وعثة الوثياء كان يوجد كثيراً كيف يمكننا التحديد من المتحدث ومتحدث العديد من المشكلة في بعض الوثياء في بعض الوثياء الأوروبي هذا وأكدت البعث بعض عرضها لحصيلة الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أن التعاون بين الجانبين حقق نتائج إيجابية شملت مختلف القطاعات الحيوية على غرار القطاع الاقتصادي الاجتماعي وقطاع التعليم العالي. كما عرضت خلال الملتقة وضعية وأفاق التعاون بين الجانبين بالنظر إلى الديناميكية التي تطبع التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر سواء في إطار اتفاق الشراكة أو سياسة الجوار الأوروبية التي تعتبر الجزائر شريكاً ذا أهمية في منطقة المتوسط. في ختام الملتقة أعربت البعثة عن أملها في الارتقاء بهذا التعاون المتبادل وتطويره بمرافقة الخبرة الأوروبية في تنفيذ المشاريع الخاصة بترقية الاقتصاد الجزائري وتنويعه.